يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم ربس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسغين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق نورما ويتربص بكم الدمائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق غربات عند الله وصدبات الرسول ألا إنها غربة لهم سيدخذه الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأعدت لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يغبن التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم بقوا نعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجعون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم فالله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريطا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفن إن أردنا إلا الحسنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التغذى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تغذى من الله برغبال خير أم من أسس بنيانه على شفاق رف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال دنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تغطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون فيقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السائدون الآمرون بالنعروف والناهون عن المنكر والحامدون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة عدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزير قلوب فريض منهم ومنهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوث رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاغت عليهم الأرض بما رحبت فضاغت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتغوا الله فكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا نخلصة في سبيل الله ولا يطعون منطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفعون نفغة صغيرة ولا كبيرة ولا يغطعون باديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نثر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهم في الدين ولينفروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتغين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وما توبهم كافرون أبلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حديص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تبلا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه تمكلت بهذا رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السمامات والأرض في ستة أيام ثم استبى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مربعكم جميعا بعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا عملوا الصالحات بالغسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس غياءا والغمر نورا مقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يثصر الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والمهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورموا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تلدي من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولم يعجلوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لغضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في ضويا لهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون فلقد أهلكنا العرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل قوم المرمين ثم اجعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لمنظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا قل ما يكونني أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عذرا من قبله أفلا تعظلون فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعودون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فلولا كلمة سبقت من ربك لعضي بينهم فيما فيه يختلفون ويعودون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذغنا الناس رحمة من بعد ضرى أمستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الرمود من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله نخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعمدون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لنتون بالأمس كذلك نفسهم آيات لقوم يتفكرون فالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق بجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها بترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل أولئك أصحاب نار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم فقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لوافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت فردوا إلى الله مولاهم الحق فضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرجعكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار فمن يخرج الحي من الميت فيخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيعونون الله فقل أفلا تتعون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسعوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا العرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يغونون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاغبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به فربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعرضون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرون كأن لن يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارثون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلغاء الله وما كانوا مهتدين وإن مالينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا نرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالغسط وهم لا يعلمون ويعونون متى هذا المعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعب منه النبرمون أثم إذا ما فقع آمنتم به آن آن فقد كنتم به تستعجبون ثم غيل للذين ظلموا ثقوا عذابا خند هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إذا ربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأبوا العذاب فارضي بينهم بالقسط وهم لا يبلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم مبعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يدمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آم الله أدن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم الغيامة إن الله لذن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي يجعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اكتخذ الله بلدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يسترون على الله الكذب لا يسمحون متاع في الدنيا ثم إلينا مربعهم ثم انذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتسل عليهم نبأ موح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كذر عليكم مغامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله تبكلت فأدمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة فإن توليتم فما سألتكم من أدء إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفوك وجعلناه الصلائف فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة منذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى فهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مبرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتغولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فقال فرعون أتوني بكل ساحر العليم فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم منغون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المنربون فما آمن لموسى إلا درية من قومه على خلف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه تبكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فأوحينا إلى موسى بأخيه أن تبذأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأغينوا الصلاة وبشر المؤمنين فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأمذالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ارمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يردوا العذاب الأمين قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بريا معدبا حتى إذا أدركه الغرب ظال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيلا بذأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يعضي بينهم يوم الغيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كلمة آية حتى يرهم عذاب الأليم فلولا كانت ضرية آمنت فنفعها إيمانها إلا ضرم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويرعم الرس على الذين لا يعظمون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات وانذروا عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا بفل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أضم ورهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يصيب به من يشاء من عباده فهو الرسول الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضم عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما ينحى إليك واصفر حتى يحكم الله وهو خير حاكمين بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِقُوا الَّذِي فَضْلٍ فَرْلَةٍ وَإِنْ تَغَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّ هُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ يَسْتَخْفُوْمِدْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْرُشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِبُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ